خلال حفل أقيم في واشنطن منحت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان منحت الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ لقب سفيرة الضمير قالت الناشطة السويدية خلال الحفل إنها تقبل هذه الجائزة نيابة عن جميع المراهقين الشجعان الذين يكافحون من أجل مستقبلهم غريتا تونبيرغ البالغة من العمر 16 عاما فقط كانت المبادرة لتنظيم احتجاجات على مدار عام ونيف دعت فيها إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية للحفاظ على المناخ الاحتجاجات الأسبوعية التي نظمتها الناشطة السويدية تحولت إلى حركة دولية للحفاظ على البيئة انضم إليها مئات الآلاف حول العالم ما يحدث الآن هو بمثابة صحوة ربما تكون بسيطة ولكنها تكتسب زخما لعدة أسباب مختلفة ومن بين العدد الكبير من الناشطين يبرز الشباب وما أود قوله لكم الآن هو دعونا نبدأ العمل